اشتركوا في القناة وبما يلبي طموحات وتطلعات المواطنين جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيس مجلس النواب بمكتبها صباح اليوم سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ومعالي شيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومن المزمعي أن يخطر مجلس النواب بإحالة المشروع بقانون المتعلق بالميزانية العامة للدولة في جلسته الاعتيادية التي ستعقد صباح غد الثلاثاء ضمن بنود الرسائل الواردة من قبل مجلس الوزراء الموقر لتبدأ في وقت لاحق دراسة المشروع من قبل اللجنة المختصة وفقا للمواد الدستورية والإجراءات القانونية المعمول بها وتختص لجنة شؤون المالية والاقتصادية بكل من مجلسي الشورى والنواب بدراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة حيث يتعين عليها تقديم تقرير يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها تقرير مجلس النواب أو أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة